مساء الخير يخوض لبنان جهادا أمميا حتى الثلاثين من الجاري موعد اجتماع مجلس الأمن المرفوع على التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب فالقبعات الزرق وبدفع دولي تسعى إلى التحرر من قبضة العسكر اللبناني كما في التعديل الذي ثبت العام الماضي حيث أفلت من لبنان على حين غفوة ديبلوماسية تعديلا أطلق عجلات اليونيفل من دون التنصيق مع السلطات الأمنية واليوم يراد من الجلسة تكرار هذه الصلاحيات وترك الحرية للطوارئ وإبقاؤها خارج قرار الثكنات لكن هذا التعديل لا يكون في مصلحة قوات حفظ السلام نفسها التي إذا منسقت مع الجيش ستضمن عدم انزلاقها إلى مناطق مأهولة تجنبا لتكرار حادثة العقبي أما الإصرار الدولي على حرك بلا بركة الجيش فإن هذا المسعى قد يتسبب بحروب صغيرة وبصدام ليس مع الأهالي فحسب بل مع المقاومة المتوارية نظريا الظاهرة خلف شجر وحجر ومن هنا فإن لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الليلة أبعادا تطال هذا العمق إذ يطل على مناسبة التحرير الثاني لكن أمامه مهمات حيال عملية التحرير الدولي من التنصيق مع الجيش اللبناني وفي المعطيات الواردة من نيويورك فإن القوى المحركة دوليا إضافة إلى لبنان نفسه يضعون السقوفة العالية التي يتم التفاوض من تحتها بدءا من التلويح بالفصل السابع وتزويد اليونيفل بصلاحيات عسكرية مرورا بمطالبات بسحب هذه القوات من لبنان وصولا إلى الحل الأخير بإبقاء الوضع على ما هو عليه لأن لا مصلحة لأي جهة بانسحاب اليونيفل على زمن كاريش وقانا وتأمين الحماية الدولية لثروة البحر سواء للبنان أو لإسرائيل لكن ما يعني لبنان عمليا هو رفض وضعه على تماس مع قوات الطوارئ أو استدراجها لنزاعات أهلية ومواجهات تؤسس لحروب ودخوله في متاهات لحسابات الدولية ومخاوف ما بعد التعديل وهذا الخط الذي من المفترض أن يحكم كلمة الأمين العام لحزب الله فمن يطالب برئيس يحمي ظهر المقاومة سيكون في وضعية الحماية ميدنيا وفي أكثر النقاط حساسية من جنوب إلى شمال النهر وبخلاف ذلك فإن الفصل السابع هو من سابع المستحلات التي قد يتم الاستعانة بها لأنها تنطوي على قرار استخدام القوة وفي المستحلات المالية محليا التهمت لجنة المال والموازنة طبق الفراز أند مارسل وجندته في صفوفها تحت بند الإبراء المستحيل وبدأت بجلده وإبداء رأيها بأرقامه وصفحاته واتهاماته وغفلت عن أن اللجنة نفسها كان من واجبها أن تبقى العين الرقابية النيابية الساهرة على المال والموازنة وأن ما دفعناه لشركة تطقيق عالمية كان على اللجنة عينها التطقيق به وبحسابات المال العام لكن الأعضاء أدلوا بدلوهم وقد قلنا ما قلناه وخرجوا من الجلسة غير واثقين من أن في لبنان سلطة قضائية ستحاسب وعيون الرقابة تنسحب على الفرع الوزري حيث ملف الكهرباء يتعلعل من أسبوع إلى آخر وقلب وزير الطاقة وليد فياض يبحر كل يوم صوبة وآخرة النفط الراسية من دون اعتماد مالي الغرامات تزداد يوميا وفياض المؤتمن على شحنتها حصريا خرجا من اللجنة الوزرية ناقما على وزارة المال ومصر في لبنان واتهمهما بعدم الشفافية من دون أن يصارح الرأي العام عن شفافية استيراد باخرة فيول لا حاجة لنا بها في ظل توافر الفيول العراقي فهذه الباخرة وصلت بلا رقابة ومن دون طلب رسمي والخزينة غير ملزمة بالدفع لتمرير صفقات التيار أما كيف تنتهي هذه الأزمة فهذا شأن التيار ووزيره المفوض موسيقى